ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وانا كنت تحت الردم وحاضي مكسور واما الباقي واما بيكون عشضايا واختي كن عهرز وحنا عاينا عايشين بلاقصة وكل اشي بلاقصة بيجيبوننا اياه واليما اجو اللعبة الترفيئية وحنا ملعب معاهم ومبسطين يبوزوا علينا العاب وكل اشي احنا نصير زي اطفال العالم نروح لبيوتنا ونلعب ونصير مهندسين ونصير معلمين مش نصير حاربة زي كده بس احنا ننظرنا زي اطفال العالم للعب ونروح ونيجا لما جينا ان خمسين يوم في الحرب ما شفنا الفرحة ما شفناهاش ما شفناه كنا بحزن في الالم ورغم السواريخ والمطر والبهدة اللي احنا فيها اجو بس هاليوم يفرحونا فرغوا كل الاشي اللي فينا ورجعونا السعادة يعني شايف انت شايف الاطفال انبسطوا اليوم يعني اول يوم نسا نبسط فيها نرجع لساعدتنا وعيو احنا نفسنا بس نضمع سعادتنا وما بصير كل اشي اليوم احنا قمنا بمستشفى شهداء الاقصى بتنفيذ فعالية ترفيهية للاطفال في ذل هذه الظروف الصعبة اللي بيعيشوها اطفال ما حبينا ننشر الفرحة والسعادة والابتسامة في قلوب هؤلاء الاطفال لانهم هما مستقبل فلسطين اشتركوا في القناة